لأم يوسف وأم يوسف كانت بتسأل سؤالين من شاقين الشقة الأول اللي بتسأل فيه خاص بأنها كانت متزوجة وبتقول أن هي رفعت قضية يعني فيه خلافات زوجية ورفعت الأمر للقضاء بأنها تخالع هذا الزوج وهي خايفة أنها تكون في غضب من الله سبحانه وتعالى طبعاً الأصل أنه المرأة إذا حدث أشياء بتعكر عليها صفه الحياة الزوجية وأن هي مش وجدة حقوقها كما ينبغي أنها تخدها فهي رفعت هذا الأمر للقضاء للطلاق للضرر إما للضرب أو أنه لا ينفق عليها أو هو لا يؤدي الحقوق التي يجب أنه يقوم بيها فإذا ضيق عدنا المراحل إلي المرحلة الأولى للمفروض الزوج بيحاول فيها إصلاح البيت ما أمكنوش بننتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن الحكمين فبعثوا حكماً من أهلي وحكماً من أهلها إذا الأمر وصل إلى أنه اشتد الشقاق فيما بينهما فخلاص المسألة انتهت إلى أنه مش هيمكن أنهم يعني يكملوا مع بعض فالمفترض أنهم من باب ولا تنسوا الفضل بينكم أن الناس تسيب بعض في هدوء ويعطي لها حقوقها وما شابه ذلك بيتعسف بعض الأزواج أو بتخطئ بعض الزوجات فتدفع ببعض الأزواج وإن كان هذا أو ذاك إذا أخطأ الأصل إن الإنسان بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى فبيعنيدوا مع بعض يرفعوا الأمر للقضاء والمسألة بتبقى بقى قيد المحاكم وبندخل إن إحنا بقى في سياس طويل من المشكلات وبينتهي الأمر لكده يضغط بعض الأزواج على الزوجات فتضطر إلى رفع قضية الخل طالما أنت لست مخطئة والأمر فعلاً أنت فيه لست مخطئة وإنك تضررتي ضرراً بالغاً فهو اللي بيضغط عليك عشان يضيع حقوقك اللي هي اللي بتترتب على أمر الطلاق وعايزك ترفعي الخلعة عشان طبعاً كما هو معروف ما يقومش بالكتير من هذه الأمور وأشياء كثيرة عارفين إحنا أبعدها القانونية الموجودة فأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد ودايماً بقول إن إحنا لما يبقى فيه مشكلات بين الزوج والزوجة أتمنى إنها دايماً لو انتهى الأمر إلى فراق نحاول إن إحنا ننتهي بالشياكة يعني إيه كل طرف يقطع كل العلاقات مع الطرف التاني أحياناً بتيجي لحظة كل طرف بيحب يرجع للتاني لكن لما بنقطع كل أواصر الرحمة ما بنخللناش خط رجع نفس القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى نبهنا للحتة الخطيرة دي لإن كتير من الناس بيخدهم الغضب والعنف والانتقام في كتير من الأحيان فنجد إن القرآن الكريم يعلمنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم إنه حتى في أثناء الخلاف وبتكلم عن أمر الفراق والطلاق إنه ما ننساش الفضل فيما بيننا نظل العلاقة يعني تكون محترمة بين الجميع عشان ما نوصلش إن إحنا نعاند مع بعض وولدنا يدفعوا التمن الحديث بتاع المختلعات هن المنافقات لا كلام النبي عيسى صلى الله عليه وسلم لا يطلق الحديث هكذا إنما المختلعات هن المنافقات اللي ما عندهاش عزر اللي بتروح بتلوي الأمر أو بتلوي الحقائق عشان إنها تخالع زوجها هذا الأمر هو ده اللي بيدخل تحت هذا الحديث لكن لا يطلق لا يعمم الحديث أي حديث زي ما قلنا لحضراتكم أي آية قرآنية في مدخل لازم بدخله عشان أقدر أفهم الحديث أو أقدر أفهم الآية فيه تولز فيه أدوات معايا لازم أكون أملكها المتخصص هو اللي بيملك هذه الأدوات فيستطيع بها فقه هذا الحديث أو فقه هذه الآية أي فهم هذا الحديث أو تلك الآية مش الإنسان ياخد ظاهر الحديث فيأخذ منه حكما على ظاهره أو يشوف ظاهر الآية فيأخذ منها حكما على ظاهرها لا المسألة لها أدوات معينة بيملكها المتخصص كي يفهم المعنى الحديث ويفهم معنى الآية ولكن لا يعمم هذا الحديث ولا يؤخذ على ظاهره إنما المعنى فيه هؤلاء النساء التي ليس لهن أو ليس معهن ما يدفعهن إلى طلب الخلع ده اللي يدخل فيهم هذا الحديث وليس مطلق المتد أو ليس الحالات الخاصة بالمتضررة من رباط الزوجية ترجمة نانسي قنقر